وينضم إلينا من تعز سيد أحمد مكيفر الصحفي والإعلامي سيد أحمد بداية مساء الخير وأهلا بك كيف تعلق على ما ذكره نائب الرئيس اليمني علي محسن بأن تدخل إيران أفشل بالفعل مشاورات السلام السابقة نعم بداية الحديث أن كلام اللواء الركن أو الفريق الركن علي محسن الأحمر هو بناء على ما حدث مسبقا في المفاوضات مفاوضات الكويت ومفاوضات الجينيف العديد من المفاوضات أفشلت تلك المفاوضات بسبب ما تعنتت به جماعة الحوثيين ومن قبلهم ومن يدعمهم وهي دولة إيران وبالتالي أصبحت جميع المفاوضات لدى القادة السياسيين في اليمن خصوصا بعد مقتل صالح كلها أصبحت في مقالة عبثية لأن الإنقلابيين استحوذوا على جميع ما تبقى من مظاهر الدولة بالأمس يصدرون العديد من القرارات في خطوة تعتبر بالنسبة للخطوات السياسية ما يسمى عفواً نعم سيد أحمد في ظل استمرار المعارك سواء في القوف والبيضاء وفي السحر الغربي اليوم قبل حوالي ساعة من الآن وصلتنا معلومات بأن قوات الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف وصلوا إلى قرب خط الرابط بين الحديدة وتعز هذه منطقة مهمة سيتم قطع أمداد الحوثيين من منطقة حيس أو في مديرية حيس لأن الخط الرابط ما بين حيس والنقيبة والعديد من المناطق سيتم من خلال ذلك الضغط على الميليشيا من القهة الشمالية بالتحديد في القوف والبيضاء وبالتالي سيكون هناك خناك على تلك الميليشيا الانقلابية التي لا زالت تستأثر بلا عاصمة صنعاء وبالتالي سيحسم من الوصول إلى مركز محافظة الحديدة التي تتخذها الميليشيا الانقلابية موقعاً اقتصادياً لها فحيث لا زالت هي تستميت ولا زالت طيران التحالف عليهم بالمرصاد وكذلك قوات الشرعية هناك تقدمات واسعة تحرزها قوات الشرعية بتجاه السحر الغربي وهذا ما يصلنا اتباعاً في هذه الدقاق بأن القوات على مشارف مديرية حيث ربما خلال الساعات القريبة سيكونون في مركز المدرية هذا سيحقق انتصار كبير لقوات الشرعية وكذلك التحالف العربي في حال تم الاستمرار من القهة الشمالية والقهة الغربية وكذلك فك الحصار عن مدينة تعز من خلال دعم قبهاتها التي تشهد هدوء نسبة هذه الايام سيكون هناك انتصار كبير وبهذا سيكون الانقلابيون اما امام الهروب اما امام القتل والتشريد بهم سيد احمد ايضاً اذا ما تحدثنا عن انعقاد اللقاءات بين مشايخ القبائل في المناطق المحيطة بعدد من التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية سابقاً هل هذا يزيد من معنويات الجيش الوطني هل هذه اللقاءات من مشايخ القبائل سيزيد من الانتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة هذا يعتبر طريق اخر من طرق الانتصار الحقيقي من خلال كسب القبائل والوصول بهم الى صفة شرعية وبالتالي ما يقوم به بعض قيادات شرعية ما حصل مؤخراً لوصول احد قرنالات صالح الذي كان في محافظة ذمار وحيث انه وصل الى محافظة مأرب ووصل العديد من الاخبار تشير الى ان العديد من قيادات المؤتمر وصلوا الى مأرب هذه خطوة كذلك القبائل لان الجيش او عفوا لان الشعب اليمني يعتمد يعني نسبة كبيرة هم قبائل في الجهة الشمالية وبالتالي اذا ما تم تفكيك القبائل وانضمامهم الى الشرعية سيسهل من الانتصار والوصول الى مناطق الى العاصمة صنعاء التي لا زالت تستحوذ بها الميليشيا الحوثية وكذلك هي تقبر اليوم نحن نسمع اخبار بان الميليشيا الحوثية لا زالت تقبر القبائل على الدفع بابنائهم يعني اكباراً ما لم يأخذوا منهم فلوس وهذا ما يحصل مؤخراً لكن هناك تحرك من القيادات في قيادات الشرعية سواء في مارب سواء في مناطق عديدة لكسب تلك القبائل نعم اكتفي بهذا القدر من اجابتك سيد احمد كيبل الاعلامي والصحفي منتعز شكراً جزيلاً لك سيد احمد ترجمة نانسي قنقر